السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أخوتي وحببي في قناة عالم نوال أم مجد اليوم كما تلاحظوا في الصورة سوف نحضر معكم واحد القليلات يأتي رائع الشيش بواحد المدق المميز مكونات دياله كلها متواجدة فابقوا معي وتابعوا هذا الفيديو لكي تعرفوا على المقادر وايضا طريقة التحضير فبالنسبة للمكونات نحتاج البيض نحتاج كاس سكر سنيد كاس عصير برتقالة كاس زيت المائدة عندي هنا واحد مبشور او قشور ديال برتقالة عندي معلقة صغيرة ديال القرفة وعندي جخمارات ديال حلوة من فئة 8 جرام عندي هنا وحتى شيد القهوة سريعة الدوابان اللي غدي نحتاجها مع صفار بيضاء باش ندهن حلوة ديالي وعندي هنا وحدة الكمية ديال الدقيق الابيض تقريبا 700 جرام وهناي عندي ججمع الكبار مملوئين ديال العسل هاد العسل هو اللي كتحضرت معاكم يعني في وحدة الفيديو كانت تحضرت الوليدة ديالي فغنخلي لكم رابط ديال هاد الفيديو في صندوق الوصف وغادي ندوزو باش نبدو طريقة التحضير هنا كما تلاحظو درت قليل من الملح الملح ضرورية في قصرية وغادي ندير في البيض هنا درت الججج بيضات كاملين والبيضة التالتة غادي ناخد غير الصفار ديالها باش ما نضيعوش ونحفو ان ناخدوا البيض ديالها باش ما نضيعوش ونحتفظو بالصفار نضيف عليها كاس سكر ساندة كاس زيت المائدة وكاس عصير الليمون او البرتقال فبالنسبة للقائل العبار بالكاس يعني الكاس دائما نعبره بالزيت هو اللي عبرنا به العصير ديال بورتقال وهو اللي عبرنا به سكر ساندة كننضيف هذا القشور ديال او المبشور ديال بورتقال زائد ملقة صغيرة ديال القرفة ونخلطو الكل جيدا ونضيف تدريجيا في الدقيق الأبيض تقريبا تقريبا 700 جرام مهم تبقى على حجم البيض وعلى الدقيق كيفاش نوعية الدقيق هنا ونضيف هدو كجوج ساشية الخميرة الحلوة دروري ما نغرب لها انا دائما سوف نغرب لها انا دائما خمارات اللي عندي سوف ينجمع يعني يجي سهل وفي متناول اي واحد يوخه يكون معمره ما داره سوف ينجح من اول تجربة هنا هنا اكملت وخصت العجينة تكون شوية مرخوفة لا تكونش قاضحة وغادي مبدأ نشكل فيه انا هنا يدرتم شوية صغار وبغيتش نديرهم كبار فالحجم تتحكموا فيه ودروري ما تضغطوا عليه لانه معادرنا فيه الخميرة راكي هتنفخ فضربوا مزيان يعني ضغطوا عليه من الفوق مزيان باش ما يتنفخش ليكم وخلي واحد شوية المسافه بين كل قطعه قطعه اندرتوا على شكل غريبة انا بني كملت جميع الكمية ديالي شكلت هاد كورات غادي اندهن بالصفار البيضاء اللي كتحتافت وبالقهوه سريع الدوابان وزتعليها واحد قطرة ديال حالي بخلطتهم كاملين وبده اندهن في هاد الحلوى ديالي او هاد القالد فبالنسبك يجي رائع وبنك هاد البرتقال مع القرفرة يجي منك هين مزيان يجي رائعين يبغيوهم سبارة الله الوليدات فغاد نكمل هاد الكمية كاملة اللي عندي وغاد ناخد وحد الشوكة او الفورشيطة وغادي ما تقلبوهوش كما أوريتكم غاستكم ضروري تقلبوه على الظهر ديال باش كن نعطيوها واحد نزينوها واحد الشكل او كنزينوها من الفوق بيد الخطوط غادي نشكلوهم كاملين او غادي نزينوهم كاملين بفورشيطة فانتمنى انكم تجربوا هاد القليط لانه بالفعل كيجي ممتاز وكيجي رائع في الماضاق ولا في المنظر فانتمنى انكم تبارتاجوا هاد الفيديو مع احبابكم اصدقائكم يعني الاقارب ديالكم باش تعمل فائدة على الجميع وانتمنى تشاركوا عندي في القناة فالقناة ديالي اصدقائكم اشكركم جزيل الشكر فاهلا ومرحبا بانتقاداتكم وباقتراحاتكم على رأسي ولا عيني يعني اي حاجة عندكم اي تساؤل عندكم خليوا لي اياه غير في التعاليق وانا غادي نجوبكم هنا كما كتلاحظون اكملت هاد تشكيل ديال هاد القالات ده غادي ندوز باش نزينهم بقليل من السمسم هادي كيبقى اختياري انا اضعوا من المنظر غير شوية من الفوق يعني كيبقى اختياري لكم سافي هالشكل دياله يعني احنا كمناه دبا شعلت الفران بقليل غير ندخل اللاطة الاولى الطيب او الطاوة ديالي الاولى الطيب و هنا وهي مطاولية هنا انا يرى واحد دياله اللي جمعتهم في طاوة واحدة باشروا الكمية شوية بقي غير واحد شوية بقي لي فالفران يعني كتخرج واحد الكمية لي وفيرة وكتجي رائعة كما غدا نقطعها وكتشوفوا كيفش لهاشاشه دياله تكون هي شيش بدون زبدة كما لاحظتوا يوجد زيت مدرنججة ويأتي ورطبين ونقش لكم على اللدة والبنة كما تعرف القرفة والليمون والبرتوقال كثيرا ومبعضياتهم فنقش لكم على البنة اللي فيهم تمنى انكم تجربوهم وتدرهم حتى لولدة صغار يديهم معهم المدرسة يعني اقتصاديين وايضا راهم صحيين يعني ما فيهم شي مكونات لويعنين او يعني خيبين مكونات كلهم تواجد عندنا في المنزل فمن عقزوش ونظن وجدوهم لوليداتنا ونفرحوهم وشكرا لكم على المتابعة في امان الله استودعكم مع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة